مرحبا بكم أخواتنا الفلاحة في صوت البادية ومرحبا بكم بطبيعة الحال فيما كنتو إقليم بإقليم جامعة بجامعة ودوار بدوار أخواتنا الفلاحة كيفما كتبعوا معنا أننا احنا ما زال في النشرة الجديدة بطبيعة الحال هذة النشرة اللي جات في المخطط دي المغرب الأخضر النشرة دي 2018 واللي كيفما تبعتوا معنا فيها سبعة دي المحاور هنالله وصلنا دباء المحور الرابع ما فيها بس نذكر خطنا الفلاحة بالمحاور اللي داس لأن هذه النشرة الجديدة صراحة نشرة مهمة اللي بطبيعة الحال جات في المخطط دي المغرب الأخضر وكان عرفوه أن المخطط دي المغرب الأخضر اللي كان أعلن عليه صاحب الجلالة محمد السادس في سنة 2008 لأن هذه المخطط كيف يعرف الجميع أنه عنده واحد استراتيجية واللي هي صراحة استراتيجية طموحة واللي كتهدف جعل الفلاحة واحد المحرك أساسي باش تنمى الاقتصاد دي البندنا وطبيعة الحال كينا واحد الأدات اللي هي فعالة ضمن هذه الاستراتيجية في أداة لمحاربة الفقر عبر الرفع من مدخول مستوى عيش الساكنة القروية إذن هذه الاستراتيجية أخوتنا الفلاحة كيف كتعرفوا فيها دعمات لأن الدعم اللولى هذه مجهة للفلاحة الكبار وطبيعة الحال لأن نقولهم اللي تنقولوا فلاحة كبار لعندهم حكتارات وعندهم فلاحة جيدة متطورة كينا كذلك الدعم الثانية هذه هي اللي كتهدف لتحسين الفلاح الفلاح الصغير والمتوسط وبطبيعة الحال لأنهم اللي تنقولوا الدعم الثانية هذه فيها مشاريع لتحويل تحويل مثلا زراعة الحبوب الواحد السلاسين اللي عندها قيمة مضافة عالية مثلا لوز زيتون تين إلى خيره وكذلك حتى المشاريع ديال تكتيف هذه اللي كتهدف أو كيهدف هذه النوم المشاريع باش نطوروا المكتسبات ديال الفلاحة ولكن في واحد الإطار اللي هو كيتسمع سلاسيل إنتاج عن طريق التأثير من أجل تزويد الفلاح بطبيعة الحال بواحد تقنيات اللي تكون متطورة على شهد الشي باش نرفعوا من الإنتاج ومن المنتوج ديالنا بطبيعة الحال إذن غادي نرجعوا لكما قلت النشرة الجديدة ديال موخطات المغرب الأخضر وكننا وقفنا في كما قلت في المحور الرابع لأن المحور الأول فيه السقي والجهيزات العقارية المحور الثاني فيه جهيزة ديال ضيعة الفلاحية لأننا كنا تكلمنا عليها والدعم دياله بطبيعة الحال وكالمحور الثالث هو اللي تكلمنا فيه على النسل ديال الأبقار والمعز اليوم إحنا في المحور الرابع وكيف ما تبعتم معنا الحلقة اللي داست لأننا تكلمنا على البوذور واليوم والغراسات كذلك أما اليوم إن شاء الله غادي نمشي ونتكلموا على كيفاش نحصلوا على الدعم ديالأشجار المتميرة والتحاليل المخبرية لأننا إحنا غادي نتكلموا على الدعم الدعم رأخوطنا الفلاحة أنتم ما قيعجبكم الحال ما اللي تقولوا الدعم طبيعة الحال لأننا ما يمكنش نديروا شيء مشروع إلى مكانش الدعم ولكن اليوم غادي نمشيوا الواحد النقطة مزيانة هي أن تكلموا شوي على التربة والتحاليل لأنه باش حتلي دير شيء مشيريع إن شاء الله غادي نربح فيه